نعم لكن في ظل كل هذه التغيرات وهذه الإيجابية التي تحدث بها سيد يوسف كاتب أغلو المواطن التركي وأيضا من يعيش في تركيا يشهد يوميا أو أسبوعيا إن صح القول زيادة في الأسعار زيادة في المنتجات أو في المنتجات الاستهلاكية العامة كل هذا يزيد يوما بعد آخر إلى جانب هذه الأرقام التي يتحدث عنها البنك المركزي التركي برأيكم أين دلالة هذا النجاح على المواطن التركي وعلى من يعيش في تركيا أشكرك وهذا النقطة مهمة جدا وبالتالي نعم ما تكلم عنه لاحقا نتكلم عن ميكرو إيكونوميكس وهي الأرقام الكبرى التي تهم بالدولة ولكن ما تفضلتم به كسؤال هو عن الميكرو إيكونوميكس أي المواطن العادي البسيط الذي يهمه الأسعار الاستهلاكية والتضخم الموجود في السوق نعم لا بد أن نقول بأن الأزمة الحقيقية لتركيا على المواطن البسيط في الميكرو إيكونوميكس هو التضخم وسبب هذا التضخم سببان رئيسيا السبب الأول هو الارتفاع الغير مشهود في أسعار الطاقة نحن نعلم أن تركيا أكبر مستولد الطاقة 90% من الطاقة تأتي من الخارج واستيرادة للطاقة يأتي بالعملة الأجنبية بالدولار إن شاء تسميه وبالتالي هذا الطلب تركيا مضطرة أن يكون هناك اعتماد على الدولار واعتماد على الطاقة من الخارج سينتهي هذا الطلب مع بداية عام 2023 عندما يكون هناك مصدرين أساسيين محليين للطاقة و40 مليار دولار فطورة الاستيراد من الطاقة من الخارج ستنخفض إلى 50% أي 20 مليار دولار من أين ستأتي الطاقة من المصادر المحلية المصدر الأول الغاز الطبيعي الذي اكتشفه في البحر الأسود على وشك أن يبدأ يدخل الخدمة في بداية شهر يناير من العام القادم وسيوفر نسبة النصف للإستيراد من الخارج من الغاز الطبيعي لأنه غاز محلي من حقل سكاريا في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب يكفي 10 سنوات أما المصدر الآخر للطاقة هو افتاح المرحلة الأولى من المفاعل النووي للطاقة السلمية في مرسين وهو مشروع استراتيجي مهم بدأ منذ أكثر من 8 سنوات بشراكة روسية تركية وهذا سيؤمن من 10 إلى 15% من حاجة تركيا من الطاقة فقط المرحلة الأولى من هذا المفاعل النووي لتوليد الكهرباء إذن هناك بدائل تسعى الحكومة ولكن بحاجة إلى صبر وقليل من الوقت والكثير من الصبر حتى نرى نتائجها في الرمع الأول من العام القادم هذه نقطة أما النقطة الثانية قضية أيضا السبب الثاني غير الطاقة بالنسبة لسبب التضخم هو أن هناك أزمة حقيقية تضخم عالمي يعني هناك الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بذلالها بقوة على جميع الدول ليس فقط على تركيا وبالتالي أدى هذا أن يكون هناك نوع من الخلل في الاقتصاد العالمي وتركيا جزء من هذا الاقتصاد أي نعم هي تستغل هذه الفرصة لتقوم بما يسمى مصائب قوم عند قوم الفوائد علاقتها الاستراتيجية المتوازلة مع روسيا وأوكرانيا الآن تشجع المستثمرين الروس أن يأتي إلى تركيا تركيا لم تطبق عقوبات على روسيا وبالتالي الآن هناك تبادلات قوية ربما سنتطرق قريبا إلى موضوع الطاقة في المحر المتوسط وأن تركيا ستصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي الروسي إلى كل دول العالم بعد ما تم الإعلان قبل أيام أو أسبوعين بأن بوتين والرئيس أردوغان اتفق على إنشاء مركز عالمي لتصدير الطاقة من تركيا واختار تركيا القسم الأوروبية لأكون مركزا أساسيا هذه عوامل ستصب في مصلحة دعم الاقتصاد التركي وتخفيض التضخم ولكن الآن النسبة التضخم العالية 8% إلى 83% مما متوقع مع الربع الأول من العام القادم تنزل إلى 60% وتركيا عازمة على أن يكون التضخم في نهاية العام القادم أن يصل تحت 40% أو 3% ترجمة نانسي قنقر